ونقاط أخرى سوف أناقشها مع ضيوفي أسعد باستضافة سيد توفيق خراشي منسق بالجمعية الرياضية للمدرسة العليا لعلوم التكنولوجيا الرياضية بيدال إبراهيم أيضا أسعد باستضافة سيد كريم السابق مؤسس ستارتاب ستارتاب كاشطو أو المسمى كاشطو مرحبا بكم معنا بداية نبدأ معك سيد توفيق في البداية فكرة يوم مفتوح للرياضة العائلية أعتقد فكرة لم تكن موجودة من قبل ليس كذلك لماذا اليوم وكيف جاءت؟ نعم هي الفكرة جاءت من نحن نعلم أنه في كل حركة مؤسساتية جمعوية أو خاصة أو عامة هناك ما يسمى بالفاعلين الأساسيين وكيف فاعلين لهم ثانويين نحن ركزنا في الحركة هذه على العائلة في الحركة الرياضية كان الأولياء كان المدرب كان المتدرب وكان المؤسسة اللي هي متركزة في الدولة اللي هي المنشآت الدولة نحن حاولنا نجمع جميع لزاكتير هذا في يوم واحد باش يكون هناك اتصال مباشر بين المدرب، بين العائلة، بين المرشدين الصحيين، بين المرشدين الاجتماعيين وجدت الفكرة من هذه أنه نجمعوهم في يوم واحد ويكون الاتصال بيناتهم سهل يعني من أجل أخذ الإرشادات نعم كريمة بالنسبة لك كيف جاءتكم هذه الفكرة؟ لماذا الآن؟ حيننا شفنا أنه ما كانتش مقبل مثل هكذا تظاهرات، ليس كذلك؟ فيما يخص تظاهرات الرياضية يعني ليس من الجديد أنه تكون مبادارات لتنظيم أحداث رياضية لكن هذه المرة كما أذكر زميني توفيق أنه فكرنا نجمع جميع الفاعلين وفي نفس الوقت يعني نمد الفرصة للعائلات أنها تمارس الرياضة وتشوف مختلف الرياضات، هذه النقطة اللي يحبين أن نركز عليها يكون أكثر من عشر رياضات فيها رياضات جماعية، رياضات فردية منها الأولمبية والغير أولمبية وجميع هذه تخصصات تسمح يعني للعائلة وتسمح لخصات الطفل أنه يستكشف يستكشف في آمان كيفاش في آمان؟ معها العائلة تاعه معها الطبيب، معها الصح المختص النفسي معها المدرب، ومعها المرشد أو المنظم اللي هم يعني أضمها جميع الأطراف ويحطوهم سيكوريتي يعني بين قوسين ويكون حاضر نعم، يومكم هذا المفتوح يعني يشهد حضور كل من الكشافة مؤسسة اجتماعية اللي هي ناس الخير وكما قلت لي طلبت الطيب أيضاً هل كانت دعوة هؤلاء مقصودة يعني حتى يتم قياس كل الأطياف والشرائح أم كانت عشوائية؟ لا لا هي القضية كانت مقصودة يعني احنا كنا حابين نزيد وندخلوا فاعلين آخرين كالبرسوناجي يعني الناس الكبار في السن وكلش ولكن كين يرفضوا لأسباب إدارية لأسباب سيكوريتيار برغم ما يحبوش يجيو يعني يعني هو كان كلش مقصود أن نجمعوا جميع الفاعلين إضافة ربما لهذه النقطة؟ نعم ذكرتي الفونداصيون تعلن ناس الخير والكشافة اللي هم يعني غنيين عن تعريف ودوم حاضرين في التظاهرات ودوم ما يعاونوا يعني من كل النواحي وبتالي هي فرصة أن العائلة تشوف الأطراف الفاعلة في المجتمع اللي هي مثلاً ممثلة في ناس الخير والكشافة الجزائرية الإسلامية نعم هل يمكن أن نصل إلى ممارسة رياضة يعني كهواية مفضلة يعني تكون هواية مفضلة لدينا فنختار أحد أنواعها حسب ميولتنا يعني كلاً حسب الميول دياله وقدرته البدنية والحسب يعني العمر دياله يعني نستمتع بمواستها في البيت يعني في البيت مثل ما يخص الرياضة يعني كما فهم يعني نشوفوا باللي كثير من الأشخاص يربطوا الرياضة بالتنافس ويربطوا الرياضة بمنافسات من المستوى العالي يعني لما تقولوا رياضة يشوف غير نتائج أيضاً نحن ماذا بينا نشوفوا الرياضة كمانت دو فيتاناً يعني ننتقريوا الرياضة في الجيان دو فيتاناً نعم يعني ممكن أن نمارسوها في البيت تقولي الرياضة نمارسها في أي مكان أولاً ينجم يكون في البيت واللي هو مغلوق ينجم يكون في إسباس مفتوح إسباس فرق كما تنجم تكون في قاعة رياضية نضيف كلمة هنا برك لأنه كان هناك فروقات بين التدريب البدني وبين الرياضة وبين التمرين البدني الرياضة بمفهومها العام والتي أكدت عليها المنظمة العالمية للصحة أنك تدير رياضة ممكن المشي 30-30 دقيقة يومية ثلاث خطرات في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع تكفي أنك تكفي يعني أنها تحصل على الرياضة يعني ما هي النصائح اللي يمكن أن نتقدمها العائلات في ظل عدم القدرة على تنظيم الوقت يعني هنا عندنا مشكل في تنظيم الوقت ليس كذلك يعني نكمل على زميلي ونعطيك ونجاوبك في نفس الوقت هي منظمة الصحة العالمية يعني تنصح بكم معين من الدقائق في الأسبوع اللي هو 150 دقيقة على الأقل ممارسة رياضية هذه الممارسة تنجم تكون مشي تنجم تكون يعني جهد أكثر من المشي اللي هو جري تنجم تكون نشاط نشاط بدني يعني في مختلف الرياضة نوك فيما يخص الوقت حنايا 150 دقيقة في الأسبوع لما نتكلمه حسابي ننصوره يعني كبيرة لدرجة أنه يعني الشخص ما يلقهاش في أسبوعه بالعكس هي يلزم ينتقريها في برنامجه نحن بالنسبة لك الرياضة ممكن تمارسها في أي وقت يعني هي مش لازم لها برنامج محدد ليضبطك يخليك أنك يعني يكون عندك برنامج ثابت تقول أنا لازم ندير الرياضة كل أربعة وخميس وسبت مثلا من العصر حتى المغرب ولا هي لا وقت ما يكون كاين عندك فراغ ممكن تمارس فيه الرياضة نعم لكن ممارسة الرياضة ربما ربما الفرض يعني المواطن اللي ما يعرفش طريقة ربما فيه الطرق كيف نمارس هذه الرياضة ليس كذلك ليس عشوائيا لما نتكلمه قاعدين يعني والشخص لما ذكرتي ما يعرفش هذا الشخص ينجم يبدأ بلمشي ينجم يمارس وش يعرف ربما يدي الحركات يعني خاطئة ليس كذلك راح تأثرع للجسم الحركات الخاطئة لما يدخل مثلا لقاعة كامل الأجسام ويمشي يستعمل أوزان كبيرة مثلا نتكلمه لعشرين ثلاثين خمسين كيلو وهو مبتدئ هذا ينجم يدخل في الخطأ بار كونتر لما يمارس الرياضة بجسمه ما رحش توصله إلى خطورة بالعكس هي يعني الله عز وجل لما أعطينا الجسم أنا روي نجم يتحمل أننا نستعمله في تمارين الرياضية أو في أشياء أخرى والإنسان يروح بالتدرج يعني يعني ممكن يبدأ كما قال الزميل تعيب يبدأ بالمشي كرياضة وبعد المشي يتطور أنه يكون يقدر يجري ولما يجري يقوله يغير المحيط يجري في غابة يجري في مرتفعات وهكذا يعني يروح بالتدرج ربما اللي عندهم مثلا في البيوت الآلات يعني الآلات رياضة ممكن أنه يستعملوها عشوائيا ولا لازم يكون كوتش كما نقوله لما الشخص يجيب آلة رياضية للمنزل يجب له يا إما يكون معه الكوتش يا إما يكون عنده البرنامج كيف يستعمل الآلة وبالتالي إذا أنت تجيب آلة تجيب مثلا آلة اللي فيها كما ذكرنا أوزان يجب أن تكون تعرف تستعملها وتتحمل يعني بين خوسين مسؤوليتها مش تجيب آلة وتوصلك إلى البلوسيرية باركون ترك جبت الآلة بش تعاونك في صح نعم لأنه فيه كثير يعني من مثلا المكتات بالبيت يستعملوا الآلات يعني لتخفيض الوزن أحسن هناللزم يكون مع كوتش ولا لازم هناللزم هناللزم لا ندخلش في الإلزامية لأنه أحسن لما جاء يعني اللي يجيب آلة أحسن شي أنه يجيب آلة تعاونه في المشي والجري يوجد لطابية مثلا العلون يوجد يعني 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 ينجموا يستعملوا هذو هذوما الاثنين لا يوصلوا إلى الإصابة بالعكس يعاونوا في حرق سعرات الحرارية هي وسائل بسيطة يعني جيد في حديثكم قلت الوصول إلى جزائر جديدة يعني على ماذا نطمح رياضيا هنا وعائليا في الجزائر الجديدة بعيدا يعني عن الحزن والكآبة هو في الأصل يعني الرياضة معها غير الفارحين نعم حتى لما الرياضيين في المستوى العالي حتى لما مثلا يخسروا المنافسة بالعكس يعني تلقاهم أميكالي يعني عندهم سبورتيف بين خوسين وبالتالي لما نرجع من بين أهدافنا سواء في مؤسستنا الناشئة كش سبور ولا مؤسسات الرياضية مؤسسات الدولة مش ملزمين خطر مثلا شخص يديه والد تاعه نحبها نحب جميع الناس يعني الكل يحب الرياضة يحب الرياضة نعم لا هو يعني لو نتكلم في الجانب الصحي في أجالة فقط نفضل هو رئيس الجمهورية لما تكلم في الجانب الصحي تكلم على الوقاية والرياضة هي يعني هي أصل مفتاح من مفتاح الوقاية جيد شكرا لكم على الحضو شكرا لك توفيق خراشي شكرا لك مصر لك كريم سابق لحظركم معي صباحة اليوم إذن